حيو الاجل مغمراتية حي مركوب الثلال اشتركوا في القناة تابعنا شوطنا الذي انتهى منذ لحظاته والحفل الكريم وكانت سيافة سحمي بن علي بن مصلح الحبابي تهارين وناموس قاطع بسافة السباق في زمن وغدرة سبع دقائق ثلاثة واربعين تحتل بالمرتبة الثانية في التوقيتات الزمنية في هذا الصباح ينطلق شوطنا الحادي عشر في مجموعة الأشواط والقعدان المحليات الأصايل مقدمة الشوطة المركز الأول في هذه اللحظات وبهذه آل إثارة ويستفتح النداء مبعد محمد بن السودي بن كلهم الخيلي يقدم أيضا مبعد على مقدمة الشوطة بينما أيضا يتسلل مشغل مع المركز الثاني حمدان بن راشد بن سعيد بن غميسة الشامسي يغير على مقدمة الشوط مع المركز الأول في هذه اللحظات أما المركز الثاني أصبح أيضا مبعد ومحمد بن السودي بن كلهم الخيلي المركز الثالث في هذه اللحظات شوف التقدم وشوف الحضور من خلال تواقيد مشاكل مبارك بن راهي بن محمد بن بنين الشامس يحتل المركز الثالث المركز الرابع المركز الرابع يتقدم أيها الحفظ الكريم ويأتي عزام خميس بن سالف الخميس الشامس يحتل المركز الرابع غير على الثالث أما المركز الخامس في هذه اللحظات تشوف التقدم وتشوف الأبداع في هذه اللحظات غازي عبيد بن سعيد بن محمد المهيري يحتل المركز أيضا الرابع والخامس الخامس نعم في هذه اللحظات هذه هي نتائجنا للخمسة لوائل إلى مسامعكم دعنها وخمسة خلفها مشاهد الكرام سوف تحظى على القوائز علما للأشواط أيضا لجميع أشواطنا في هذا الصباح وفي جميع الأشواط أيضا وبهذه الشارة مشاهد الكرام للمراكز العشر ألوائل من كل في عمرية يا سلامي على هذا التحدي وعلى هذا الأبداع شكرا لصاحب السمو ورئيس الدولة على هذا الدعم أيضا السنوي لجميع ميادين الدولة بهذه الشعارات لبنى القبائل شكرا لاتحاد سباقات الحقنة على هذا التنظيم الرائع لجميع ميادين الدولة وشكرا للقنة ميدان سيح صبره كلا في ميقال اختصاصة على هذا التنظيم أيضا والمتابع لجميع الأشواط سواء في المحليات والمهقنات أو البكار أو القعدان شوف الأبداع وشوف التحدي وشوف أيضا هذه آل إثارة علم يبلغ نصاب الشوطة أيضا في هذه الانطلاق 35 قعود محلي انطلاق في هذا الانطلاق باحث عن الفوزة وعن الناموس وعن الانتصار نعود والعود أحمد مع مقدمة الشوطة مع المراكز الأولى المتقدمة في هذه اللحظات والذي غير ناصي ناصي غير على مقدمة الشوط لا 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 هذا عزام خميس بن سالب الخميس الشامسي قدم أيضا عزام على مقدمة الشوط مع المركز الأول في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق المركز الثاني المركز الثاني بلقى مشاهد الكرام مشغل حمدان بن راشد بن سعيد بن غميسة الشامسي يأتي كذلك بدوره في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق المركز الثالث ما يبنال طاري بن سريم مع سمحون وعلي بن سريم بن علي بن سعيد العامر يقدم سمحون على مستوى المركز أيضا الثالث في هذه اللحظات المركز الرابع المركز الرابع اعطونا شوف هنا مشاكل مشاكل وبيسبب مشاكل مع اللحظات الأخيرة أمبارك بن راهي بن محمد بن بنين الشامس يحتل المركز أيضا الرابع المركز الخامس هذا هو مبعدياتي كذلك بدوره مع محمد بن سودي بن كلها ملخيلي يحتل المركز الرابع الخامس في هذه اللحظات عطري اللي بعد شوف الهلاك تابع للشعارات تابع الأسماء من هذه القعادين المحليات الأصائل التي أتت بهذا الانطلاق وانطلقت في هذا الأبداع المستمر الله الوهيبي وين هذا هو الوهيبي وصل في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق يقدم اللهم قازفه زاهر بن يمعى بن سالم الوهيبي يأتي كذلك بدوره ويقازب بمقازب في هذا الشوت وبهذا الانطلاق تابع للشعارات الأخرى تابع التقدم تابع أيضا الحركات الأمامية ما شاء الله وهذا هو خميس بن سالم بن خميس الشامسي يتقدم على مقدمة الشوت مع له أيضا عزاء معزومة رهية وتحذروا يهل القعادين الوهيبي ياراه ينتقل من موقع على موقع الوهيبي تحت رأس علوم ما شاء الله تبارك الرحمن هناك برمنينة من الطرف الآخر وكذلك أيضا تقدم في هذه اللحظات وبهذا الابداع مع مشغل حمدام الراشد بسعيدة بلغميس الشامسي وكذلك أيضا سمحون سمحون ياتي بدوره في هذه اللحظات يقدم سمحون علي بن سليم العامري ياتي كذلك بهذا الانطلاق وبهذا الابداع المستمر مان شاء الله بدنا نقترب بدنا في الالتفاف بدنا في الانعطاف يا سلام وش تقول الله في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق وبهذا التحدي وليثورة مان شاء الله مان شاء الله تبارك الرحمن شوف هذا هو أيضا لازال على مقدمة الشوطة على المركز الأول يتقدم عزام خميس بن سالم بن خميس الشامسي الوهيبي وصل في هذه اللحظات من خلال تواقد وانضمامه مقازف مان شاء الله مقازف مان شاء الله زاهر بن يمع بن سالم الوهيبي بدأ يتحرق وصول آخر تقدم اسم آخر بدأ يظهر في هذه اللحظات من خلال تواقد رعد حمود بن ناصر بن راشد الحرسوس يا مرحبا براعريمة في هذا الانطلاق الوهيبي تصدر المجموعة الوهيبي يتقدم في هذه اللحظات بهذه التحديات وبهذه آل إثارة يا محبي بحبنا واصل لا تخلينا بلا فودة مقتي والروح في الواصل وقثتي في العين مقودة وهذا هو هراع الواصل يا سلامي واصل بهذا المواصل واصل 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 يا الوهيبي يا سلامي عليك زاهر بن يمع بن سالم الوهيبي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار هذا هو مقازف هذا هو مقازف يتقدم المجموعة في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع على مقدمة الشوط العصافة البطال العصافة البطال ما حد قال لشيء علم شاركنا هذا القعود وصاحب انقازات سيارات في رصيدة سيارات في رصيدة يا سلام شوف الرقص شوف الرقص سلامي وتحياتي لك زاهر بن يمع بن سالم الوهيبي سلام سلام السلطنة سلام بديه سلام سلام الواصل سلام على هذا الفوز والانتصار تهانينه وناموسه مدهل ومناك رعي فرحة تسلم يمينك على فوز امجازف وحصوله على المركز الول زاهر بن يمع بن سالم الوهيبي سلام السلطنة سلام المركة ثاني ايضا ايضا احنا قدم عزام خميس بن سالم الخميس الشامس المركة ثالث المركة ثالث يبدو انه عنده بالعبد المركز الرابع المركز المركز الرابع كان وصول من خلال تواجد ايضا مشاهد الكلام رعد احمود بن ناصر بن راشد الحرزوسي اما المركز الخامس كان تدخل مشاهد الكلام مع لحظات الأخيرة مشاكل مبارك بن راشد بن محمد بن منين الشامسي هذه هي نتائقنا يا زاهر وازهرة النوامي في سلطنة عمان وبالذات في ايضا منطقة الواصل البدية سلام وتحياتي الى احالي الشرقية على هذا الفوز والانتصار توقيتها زمني سبع دقائق ثماني وخمسين تهانينا والناموس زاهر بن يمعى بن سالم بن حديد ايضا الوهيبي من قدم شاهد القرام بتقدم رأيو عقميل اللي هو ايضا امجاز تهانينا والناموس